السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة ويمكن حلقة النهاردة كان نفسي اسميها بعنوان من كارتيرون لمسيماني يا قلبي لا تحزن يعني القصة كلها جماعة ان انا شفت سيناريو مكرر تيك تيكيا وليس من اللعيبة هقولك يعني ايه كلامي في الملعب من مسيماني النهاردة زي اللي عملوا كارتيرون مبارح بنسبة كبيرة جدا 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 مبارح كارتيرون عمل ايه عمل انه هو كان الزمالك متقدم وكسبان اتنين واحد الراجل كان بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد هجومية يعني التلاتة اللي قبل الواحد ده بيهجموا معاه ويعتبر في حالة الهجوم بتبقى اربعة اتنين اربعة ولكن في الاخر الراجل لما نفسه كسبان من الديئة تسعة وستين قالك انا هأمن ودافع وخرج الوينج رايت اللي بيجري ونزل مكانه شيكابالا وراح مقام من نص الملعب بزيزو بقى فيه سلاسة ارتكاز في نص الملعب وبقى ثلاثة بس لهجوم طيب حلو فانت فقدت سرعة زيزو ونزلت شيكابالا شيكابالا بطيء لعيب وحريف وكل حاجة ولكن بطيء ونزلت زيزو ارتكاز ففقدت قوته وسرعته وقللت الهجوم على الفرقة اللي قدامك ده اللي اداهم فرصة وافضلية ان هم يمسكوا كورة منك في نص الملعب ويوزعوا لعبتهم على الاطراف يعملوا خطورة على الاطراف اه ممكن يكون الجون يعني مجاش من الطرف ولكن في الاخر انت كل اللي حصل عندك انك لما نقلت الضغط على الاطراف الزمالك فتح ملعبه فلعبته راحت على الاطراف فقدر انه هو يجيب لك جون من الاختراف من العمق مش معنى ان انا فتحت على الاطراف يبقى جون لزي يجي الاطراف ده اللي حصل النهاردة مع الاهلي موسيماني عمل ايه كان بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد هجومية وكان بيلعب قدام بمحمد شريف وكهربا والشحات وناصر ماهر وهقول لك حتة حتة برضو في اللقاء اللي حصل ايه وفجأة واحدة موسيماني كان كسبان واحد صفر بعد جون طهر عمل نفس الغلطة ورجع يدافع وراح منزل محمد هاني مكان الشحات وسحب احمد رمضان بكهم ارتكاس تالت فبقت الخطة بعد الاربعة اتنين تلاتة واحد هجومية والاهلي كان ماسر الكورة الاهلي كان بيروح الجون الاهلي احرز هدف وقفشة جاب كورة في العرضة والشحات راح انفراد بس يمكن الشحات ضيعوا وكان ماسر كورة فتروح انت وانت راكب المطش تخاف ان يترد عليك جون عكسي فتروح مقل الهجوم وراح بعد ما جاب رمضان بكهم او احمد رمضان بكهم في نص الملعب بقى اليو ديانج احمد رمضان بكهم اكرم توفيق السلاسي موجودين ارتكاز وبقى قدام افشة رمع اليمين وافشة عنده مشكلة كبيرة جدا في الوينج رايت قلنا ميت مرة افشة يلعب في الاختراق من العمق وليس على الاطراف وخلاص كده طاهر بقى شمال ومحمد شريف في النص طيب انت كده فقدت القوة الهجومية لما انت عملت كده على طول اللي حصل عليك ايه ان الجونة قدر انه يستحوز على نص الملعب اتقول لي استحوز على نص الملعب ازاي وهو مسيماني امن نص ملعبه بارتكاز تالت هقولك هو ما استحوزش على نص الملعب في المنتصف او الدفاعي هو استحوز على نص الملعب الهجومي عن طريق تزويد العمق على الاطراف عن طريق لعب الجونة عموري كان بيلعب في العمق وبيلعب في الاطراف وبيعمل كل حاجة فنقل ضغط النادي الاهل المتركز في العمق الى الاطراف ففتح العمق فالجونة جاب جونة تقول لي ما هو في الاخر يا عم الجون من ضربة سبتة انت هتمثل ما هو الجون من ضربة سبتة ده ليه لان كان فيك سافة عددية وزيادة عددية لعبت الجونة اثناء الضربة السبتة ولعبت النادي الاهلي ما قدرتش ان هي تغطي على لعبت الجونة وتمسكهم محمد نجيب طالع لوحده وبيجيب الكرة جون ده ليه لانه لما زود زيادة في العمق بقى كل مدافع ليه مان وفي ناس ما لهمش مان ما حدش رجع يغطي تاني معاهم خلاص ما انت فتحت على الاطراف كله خاف ان الكرة تتلعب للعب اللي كان جنب الكرة السبتة فراح له واحد وواحد ورغم غطة فارجع على المطش والناحية اليمين محمد هاني راح رايح مع الباك الشمال عشان لو كرة تردت مايرجعش يشطة فكده الاهلي فقط تلاتة محمد شريف كان واقف قدام فكده الاهلي فقط اربعة والحارس ده كده خلاص خمسة طلعه هم كان مع لعب حضا وشر ستة كان في ستة في منطقة الجزاء وسبعة من لعبت الجونة محمد نجيب الوحيد اللي ما كانش ممسوك طلع وجاب الكرة في الشناول طب الشوت الاول اتفرجنا على النادي الاهلي شفنا الاداء كان سايق جدا حسين الشحات وكهرباء اداءهم من اسوأ ما يكون يعني انا معرفش والله الناس دي لغاية دلوقتي مسماني مقتنع بيهم ازاي انا بكلمك على طول بما يرضي الله ما ينفعش الشحات وكهرباء خلاص يا جماعة يلعبوا انا وجهت نظري ان صلاح محسن لازم ياخد فرصة في الوينجليفت لازم ياخد فرصة في ناس ما بتحبوش ولكن لازم ياخد فرصته كاملة زي كل اللعيبة في الوينجليفت وكام بدع مع سموحة ويلعب طاهر محمد طاهر ويلعب محمد شريف وبقى هو النادي الاهلي ده السلاسة اللي موجودين وطبعا من وراهم افشة كهرباء والشحات لازم يتركنوا على الدكة يعني اربع خمس ست سبعة تمانية وتلاتين مطش ده لغاية ما يعرفوا ان الله حق وانجربهم بعد ما يتركنوا على الدكة بمطشين تلاتة مش هقول لك تلاتة اربع خمس ستة مطش عشان ما ينساش بس الكرة ويقول لك اصله هو لسه راجع فاديله فرصته ان هو ياخد على الارض وياخد عن الجيلة محدش خد دقايق زي ما حسين الشحات خد يعني ما بص الراجل طهر محمد طهر ادوه نفس دقايق حسين الشحات وتفرج عليه لما يستوي طهر بس عايز يعقل ويركز شوية ويستوي غريب جدا وتصرف غريب من مسماني وكان في رعونة من حسين الشحات وكهربا وناصر ماهر بطريقة غريبة ناصر ماهر يعني انا بعتبره مفسد الهجمات الاول للنادي الاهلي افشا يعني لعيب لعيب وحريب وزكي اه عنده مشكلة ان هو اللمسة الاخيرة دايما بياخد اكتر من قرار وبيفكر اكتر من تفكير وده اللي بيقلل من قوته الهجومية ده يقدر يزبطها معاه المدرب مش مسماني المدرب يدربه انه لما يروح على الجون يبقى في دماغه اكتر من تفكيره وفتح عينه علمالعفه اكتر من اتجاهه وده اللي كان بيعمله عبدالله السعيد لو تفتكر عبدالله السعيد ده اللي كان بيعمله لغاية دلوقتي من وجهة نظري الاهلي معوتش عبدالله السعيد الزمالك مع عندوش بلاي ميكر عشان بسبب حدوك هو اتحاجم اهلي وخلاص الزمالك اصلا معنوش بلاي ميكر يعني بجد لو افشا مركزش سيبك ان افشا نجمه عالي اليومين دول والله ما عشان كده افشا محتاج يركز افشا العيب خمطة حلوة جدا بس لو مركزش وكان مركز في اكتر من قرار ونضج فكريا في القرار بتاعه اللي هو رايح الجنو واخده هيباصي ولا هيشوته محدد القرار الصحيح الموضوع هيبقى صعب ومع الوقت ممكن في منتصف الموسم القادم تلاقي النادي الاهلي بيدور على بلاي ميكر افتكر الكلامي اذا ما لك بيحتاج بلاي ميكر اصلا يعني ما اسيبك من قصة دي فيعني انا بحي جدا اكرم توفيق واليو ديونج اتنين من طراز رفيع جدا اكرم توفيق يا جماعة الرجل بيموت نفسه حرفان على الكرة اليو ديونج من افضل لاعبين الدوري المصري في التمريرات الصحيحة بيسلم الرجل من رجل واستخلاصه الكرة والمحافظة على الكرة طبعا يعني ساعد سامير وانا اتمنى له الشفاء باذن الله ياسر ابراهيم لسه راجع برضو الرجل ما خدش على الاجواء محمد الشناو النهاردة غلط غلطة برضو غريبة لما قعد يرقص اللعب ولفحه النفس محمد الشناو بقالو كزا مبارا مش فاي برضو نراعي او نعذر لعدة النادي الاهلي عليهم ضغط كبير جدا في المباريات ولسه الضغط ما شافوش يعني لسه لغاية دوقتي جمهوري الاهلي ما شافش الضغط ده فيه تسع مباريات او عفوا تمن مباريات في شهر من واحد مايو لثمانية وعشرين مايو الاهلي هيلعب تمن مباريات منهم اتنين افريقيا واحدة سوبر افريقي تقريبا كمان يعني تلاتة افريقيا وخمسة دوري تقريبا او خمسة في مصر الضغط لسه جاي مسيماني لازم يفكر اكثر من تفكير معذور في انه ما عندهش لعبة كتير هي دورها ولكن مسيماني لازم يفكر اكثر من تفكير خطأ النهاردة كبير جدا انك لما تبقى كاسبان تلك هتدافع ما ينفعش الدور المصري ما بقى زي زمان المنافسة بقت شرسة جدا من الاهلي والزمالك على المركز الاول والاهلي بيقع والزمالك بيقع فالو فضو الانتين يقعوا كده ممكن حد من تحت هو اللي يطلع ياخد الدوري بس ما اعتقدش الموضوع بعيد شوية مش يخرج برا الاهلي والزمالك ومجدعت الدور المصري ولكن نشوف القادم ايه ولكن مباراة سيئة جدا 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 اداريا من موسيماني ورعونا كبيرة جدا من ناصر ماهر واحمد رمضان بكهم وحسين الشحات ومحمود كهربا ومش عادي اصدم صلاح محسن انه لما نزل ما قداش قوي لانه يعني ما الحقش ياخد وقت الباكليفت بتاع النادي الاهلي كوكا بجد هو باكليفت مستقبلي ممتاز محتاج ان هو مهاراته تتنمى جدا وهيبقى باكليفت كويس جدا عنده روح عنده اسرار عنده قتال وكان مع اخوكا عمر عاطف بقناة صاحب الكراش فان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم